سوف نرى الان بريوات مالحين اللي غادي تقدم لنا الشاف زينا ولي حضرت لنا في الحقيقة بحشوات جديدة نبدو بالبسطلة على طبط البيتزا كي جوزوينين يلا هادو بالورقات البستيلة هادو بالورقات البستيلة ولكن كي شكتك لغياغو هادو الحشوة ديال البيتزا في الورقات البستيلة هادو ناخدو متاشا نقطعوها دوائر نحيدو لها زريعة ندهنوها بالزيت البلدية والملح والبزار ونرشو عليها شوية ديال الزعتر متحون شوية ديال ورقة سيدنا موسى متحونة ونشعلو الفرن تأخذي واحد البلدية كتديري فيها الورق ديال الفرن كتديري فيها متاشا دوائر من بعد ما زولتي لها زريعة ترشيها بمليحة والبزار والزعتر ورقة سيدنا موسى وكتشعلي لها الفرن من فوق حتى كتحمر ديك متاشا وكتخليها لجنب معني رجي بحالة مشوية بحالة مشوية بحالة مشوية بحالة مشوية بحالة مشوية بحالة مشوية بالقشرة ديالها هادو الخوضر مشوية تيجو رائعين هاد البستيلة تتجي ممزيتاش مقاهماش وتيجي كدك لغياء غو بحالة ركا تاكل في البيتزا ويرمشي بيتزارها بسطيلة دونك ناخدو الفلافل على حسب الرغبة نقطعوهم مربعات وكنشحروهم في الزيت بحال كيف ما نديرو الفلافل بالبصلة بطريقة العادية اللي كنعمرو بيها البيتزا ديالنا وكنشحروا الفلافل ديالنا وكنحطوهم على جنب ناخد تقريبا وحد خمسمائة جرام ديال السمك الأبيض من أحسن نديرو الميرنة كندير فيها مليحة من الفوق كنحلها فيلي وكندير فيها شرائح ديال الحامض ومليحة وكندخلها للفرن من بعد كننحيد كنفرت ذاك السمك كنحيد من ذاك العدم وذاك الشوك وكنحطوه على جنب بعد ما كيبرد لي الحوت ديالي كنزيد عليه الفليفلات اللي شحرت وكندير شوية عوتاني كنقادلوقو شوية البزار وشوية مليحة شوية زعسر متحون ورقة سيدناموسة باش كنستمدك الحوت كناخد الورقة ديال البستيلة ديالي إلي كتغندير هون بسيطلات صغارة كنعمروف ديمول باش كتجيني القياس ديال البستيلات واحد لبسيطلات مقادلين كندير الورقة ديال البستيلة مدهونة بشوية ديال الزيت كندير واحد الكيمياء ديال الفخوماج محكوك كنزيد طريفات ديال ما تيشى دوائر كندير الحوشوة ديال الحوت وكنصد بالورقة كندخلوهم يطيبو في الفرن بعد ما كيخرجوه كنزوقوهم على طريقة البيتزا يعني كنكون شحرت بسيلا كنحطها من الفوق شوية ديال الفخوماج زيت ونكحل وكنحاول نعطيهم شكل ديال بيتزا من الفوق وهو مرة بسيطلات هذي فكرة جديدة نم 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 تتمنتنا الإعجاب ليا لكم وصحة وراعة نتبارك الله عليك زينا وعلى الجديد اللي كتحمل لي لنا دائما داب افكرتني بالوصفة اللي كنت قاسمت مع المستماعات فرمضان اللي فات هذي كنديرها كتير في με شهر رمضان هي اللي تخت اودك الطرتات كل منهم اللي تخت يعني اللي تكتشي تحتاج للابات بغيزي فقط التي تستلقيها و ترشمها في الكاس و تأخذ قطاع الماطيشة بالقشرة تغسل بزرعة بكل شيء تقطعها شرائح تضعها على العجينة والعجينة بغيزي سنعرفوا لأنها ميدومة التي نمخدمها بالزبدة تضع قطاع الماطيشة تضع لهم المدزغي التي تشريها كويرات و تقطعها شرائح تضع مدزغيل و تضع زيتون مضيزة و تضع زيتون و تستطيع تسمي قطاع الزعتر تقوم بالفران لهم 10 إلى 15 دقيقة و تتقدمهم بخستان و خفاف و تأخذ رائعين جدا أكتب أن تتعود على الماطيشة تفكريني لأن هذه المطاعة يخفاف و سهلين جدا أعطي لهم الأخير دقيقة ومغرب غير الدن